طيب نسوس جمال نعمل ايه عشان ينجح شوف اولا بصراحة يعني بنجي نقول مثلا ايه المدير الفني المنتخب مصر الاول اجنبي كلنا نسنده وندعمه وبواحد اتنين ثلاثة اربعة معروف المنتخب الاجنبي مدير الفني اجنبي هنسنده بواحد اتنين ثلاثة اربعة هنسنده بمسابعات كويس هنسنده بلعبين كويسين هنسنده بمسانداء علامية هنسنده بكل شيء الراجل اللي بيشتغل بقى في تطوير التحكيم لا يتسند ازاي او يدعم ازاي شغله هو لا يبين يعني ما احنا زي كنا بنقول ان احنا بيبين واحد عشان يطور اداء الحكام يبقى لازم الناس اللي هم المشاهدين والاندية يعني يشعروا بهذا التحسن اه التحسن ده هيحصل لو برضو ما فيش شخص بيشتغلوها لو حراك بتدير مكان مزبوط حتى لو حراك احسن مدير في العالم ومعكش الادوات اللي بتدير بيها وبتساعدك مش هتنجح شوف هو اولا موضوع الفار ده كريم المفروض انه هو معمول للقضاء او لتقليل الانهاء الاخطاء اه لانهاء الاخطاء ليه لانه هو بيدي فرصة للحكم انه هو يبقى زي وزي اي خبير من اللي بتفرجه على التلفزيون صح صح اللي هو بيتفرج على المباراة زي وزينا وبالتالي ما ينفعش انه بعد ما يبقى فيه فار يبقى هذا الخطأ يعني زي ما انت قلت يا سي الشريف انه فيه صورة بيتجلنة وصورة بتروح لهم ده كلام يعني ما يدخلش عقل حد المفروض هي صورة واحدة هي اللي بتعرض وهي اللي بيتخذ على اساسها القرار من هنا بقى نقول انه كمان ما هي عقوبة الحكم اذا ثبت انه هو الحق الضرر بفريق في المنافسة على درع الدوي او ادى الى هبوط فريق بخطأ تحكيمي لان هي مش كيميا يعني المفروض انه بيبقى فيه وسائل يعني لو ثبت فعلا انه هناك اخطاء لا لازم بيبقى فيه عقوبة واضحة ومعلنة اللي كانت مشكلة كابتن عصام عفتاح انه هو كان بيطلع مش مش بيعلق لا ده بيدافع عن الحكم حتى لو اخطأ انا رأي انه ما كانش يطلع يرد اصلا اه طبعا لا تدافع ولا تهاجم يتطلع تتكلم في امور عامة وما تتعرضش لكن انك تنصر الحكم المخطئ وبعدين يعين بعد كده ويستمر عادي فده برضو بيدي احساس للاندية بانه هناك تعمد وانه هناك توجيه من رئيس اللجنة بحاجة معينة احنا طبعا يعني انا واحد من الناس ناسين طول عمري والله العظيم يشوف كنت طول عمري بحب لما اجي اكتب ما بتعرضش للحكام كتير صحية بجد يعني لكن لما جيه بقى الكلام عن روح الفار وروح البروتوكول والكلام ده لا مفيش روح حاجة اسمها روح البروتوكول هو في قانون وبعدين اللعبة اللي احنا كنا بنعذر الحكم فيها قبل كده قبل الفار مش هينفع نعذره فيه لكن لهو بنقول ما علش ما شافهاش كان فيه لعيم مخب عليه بندينه مبرراته بالزبط لكن دلوقتي ما فيه فار ايه ويبقى اذا لابد ان تكون ان تكون نسبة الاخطاء نعمل ايه بقى مع الراجل الجديد اللي هو كلاتنبرج لابد طبعا من مسندته في البداية وهو اعتقد بقى هنا العنصر اللي هيساعده او العناصر اللي هتشتغل معاه اللي هي اللي عليها دول مهمة او صحيح يعني انا من وجهة نظر انه لابد المجموعة ما هو مش هيشتغل لوحد مهمة جدا اه العناصر اللي هتساعده لابد مش هترجع تاني تجربة وخطأ لا اللي هو واحد يغزيك بمعلومات خاطئة مثلا لا لازم يبقى فيه حسن اختيار لفريق العمل اللي هيشتغل معاه صحيح ده نقطة مهمة مقترح انه يبقى